أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لمادة الأسبوع العاشر من كتاب التربية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ لا بد من التعريف بأبرز الأهداف المرجو تحقيقها اليوم أهداف الدرس التعريف بمحتويات الأسبوع العاشر مع إمكانية تربط هذه المواد بالمواد الأخرى الموضوع الأول الذي سنقوم بتناوله في هذا الأسبوع هو قصة من قصص الأنبياء وهو نبي الله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تحديداً دعوته كنا قد تناولنا هذه القصة في الصف السادس وسنقوم أيضاً بإكمالها في هذه السنة إذن سأذكر ببعض النقاط وأنت من فهمك لموضوعات ما تناولته سابقاً حاول أن ترتبها قبل أن أبدأ بالحديث عنها قتل سيدنا موسى رجلاً من قوم فرعون نزول الوحي على سيدنا موسى رعي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أغنام سيدنا شعيد وزواج سيدنا موسى ابنة سيدنا شعيد هل تستطيع عزيز الطالب ترتيب هذه الموضوعات؟ نعم لنرتب هذه الأحداث زمنياً وهي أحداث قصة نشأة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في البداية قتل سيدنا موسى رجل من رجال قوم فرعون بالخطأ لذلك هرب إلى مدين وهو مكان في اليمن فقام برعي سيدنا موسى أغنام سيدنا شعيب فعرض عليه الزواج من ابنته فتزوج سيدنا موسى ابنة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام وقد خدم عنده عشر سنوات ثم قرر أن يعود إلى مصر وهناك وفي الطريق نزل الوحي على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وجمعنا نعلم أن موسى هو كلم الله فقد كلمه الله تعالى مباشرة بأنه سيصبح نبياً لبني إسرائيل تحديداً على قوم فرعون وقد طلب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من الله تعالى أن يناصره في ذلك أخاه هارون وقد وافق الله تعالى وأرسل هارون أيضاً نبياً لقوم فرعون سنعرف بالتفاصيل خط سير هذه الدعوة وماذا كان رد فعل قوم فرعون وبني إسرائيل على دعوة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه إلى الإسلام هذا هو الموضوع الأول وأذكر أنك تستطيع الرجوع إلى المصادر والأنشطة الموضوع في المنصة التعليمية للاستفادة من أكبر قدر ممكن لفهم الدرس أما الموضوع الثاني الذي سنقوم بالحديث عنه هو التلاوة والتجويد تحديداً تطبيق مخرج اللسان فمن المخرج العامة لحروف اللغة العربية هو مخرج اللسان ويخرج منه 18 حرفاً من أربعة مخارج فرعية هي أقصى اللسان وسطه وحافته وطرفه وتستطيع أن تنظر إلى الصورة التي وضعت أمامك لتعرف أين هذه المواضع بالضبط فالحافة هي ما وضعت على الجانب الأقصى هو بعد الوسط بقليل والوسط قد وضع أمامك والطرف هو بدايته ثم سنقوم بتطبيق هذه المخارج أثناء تلاوة آيات محددة من سورة الشورى الآيات من 20 إلى 28 حيث نقوم بتلاوتها والاستماع إليها تحديداً من المصدر المعتمد وهو موقع تنزيل القرآني وقد وضع الرابط لكم في صفحة المنصة المخصصة لهذا الدرس تستطيع التدرب على التلاوة بالاستماع إلى القارئ القدوة ثم محاولة تلاوتها ثم تنظر إلى معاني المفردات الملونة باللون الأحمر لتتبين أبرز معانيها ونتناول أبرز الموضوعات التي تحدثت عنها سورة الشورى وهناك أيضاً سيكون اختبار قصير لتلاوة آيات محددة لا نعطي التلاوة لجميع الآيات حيث ستكون الآيات من الآية 20 إلى الآية 22 فأرجو التركيز عليها أثناء التدرب كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها خلال هذا الأسبوع أشكر استماعكم أعزائي الطلاب وأراكم في دروس قادمة دمتم بخير